موسيقى مرحبا بكم في برنامج جاهز معكم الأستاذ هاجر جابر من ثانوية جمانة بنت الحسن سنقوم بمراجعة أهم المواضيع والأسئلة المتوقع ورودها في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة للصف الثاني عشر الأدبي ونرجو من الله التوفيق والنجاح السؤال الأول لاحظ الخريطة التالية ثم أجب عن الأسئلة المحيط الهادي على الخريطة يمثله الرقم واحد الدولة التي يوجد بها مقر منظمة حركة السلام الأخضر تحمل على الخريطة رقم اثنان هي فانكوفر في كندا السهم في الخريطة المقابلة يمثل تيارا بحريا يسمى تيار الخليج الدفي القارة التي تم تهجير عملتها إلى الأمريكتين للعمل والإقامة الدائمة يمثلها على الخريطة الرقم واحد هي قارة أفريقيا المحيط الأطلسي يمثله على الخريطة الرقم اثنان نطاق الدخان الأقل كثافة من دخان الحرائق تحمل على الخريطة الرقم ثلاثة هنا النطاق الأقل كثافة من حرائق أبار النفط الكويتية نطاق الدخان الأكثر كثافة من دخان الحرائق تحمل على الخريطة الرقم أربعة المحيط الهندي يحمل على الخريطة الرقم واحد السهم في الخريطة يمثل تيار بيرو المنطقة التي اكتشف العلماء فيها تقبل ازون تحمل على الخريطة الرقم اثنان دولة ذات معدلات نمو منخفضة نسبيا من واحد الاثنان تحمل على الخريطة رقم اربعة وهي البرازيل الدول المحددة على الخريطة التي امامك تنتمي لمنظمة تسمى الاسكوا هذه المنظمة تضم سوريا والعراق والاردن وفلسطين والمملكة العربية السعودية والامارات والدولة الافريقية الوحيدة المنتمية لهذه المنظمة هي مصر حقل الصبرية النفطي يحمل على الخريطة الرقم واحد حقل برجان النفطي يحمل على الخريطة الرقم اثنان جزيرة بوبيان تحمل على الخريطة الرقم ثلاثة وحقل المناجيش يحمل على الخريطة الرقم اربعة حقل الردقة النفطي يحمل على الخريطة الرقم 5 منطقة الوفرة تحمل على الخريطة الرقم 6 مدينة الجهراء تحمل على الخريطة الرقم 7 مطار الكويت الدولي يحمل على الخريطة الرقم 8 ومنطقة السالمي تحمل الرقم 9 وأخيرا منطقة راس الصبية تحمل على الخريطة الرقم 10 حي المرقاب يحمل على الخريطة رقم 1 حي الجبلة في مدينة الكويت قديما يحمل على الخريطة الرقم اثنان وحي الوسط في مدينة الكويت قديما يحمل على الخريطة الرقم ثلاثة وحي الشرق في مدينة الكويت يحمل الرقم أربعة وأخيرا حي الصوابر في مدينة الكويت القديمة يحمل الرقم خمسة اختر البديل المناسب من بين الخيارات التالية الشكل المقابل يمثل شعار منظمة عالمية مستقلة تُعنى بشؤون البيئة هي حركة السلام الأخضر معدل الزيادة الطبيعية للسكان في الدول المحددة على الخريطة التي أمامك هي المملكة العربية السعودية ما بين 2 إلى 3% الشكل المقابل يمثل شعاراً لمنظمة الإدارة البحرية الجوية الأمريكية يتركز غاز الأوزون في نطاق يتراوح ما بين 10 إلى 50 كيلو متر الغازات الأكثر تأثيراً على طبقة الأوزون هي الكلورفلور والميثان وثاني أكسيد الكربون أكثر الغازات المسؤولة عن طقب الأوزون نسبة سكان العالم بين دائرتين عرض من 20 إلى 40 شمالاً وجنوباً يمثله الشكل المقابل الحرف باء بنسبة 50% وقد يأتي السؤال كدائرة بيانية أيضاً الفترة الزمنية التي هدم فيها السور الثالث لمدينة الكويت يمثله على الخط الزمني التالي الحرف دال عام 1957 نسبة النيتروجين في الغلاف الجوي يمثله الحرف ألف بنسبة 78% نسبة الغلاف المائي من مساحة الكرة الأرضية يمثله الحرف ألف أيضاً بنسبة 70% واليابس 30% القارة الأقل سكاناً تحمل على الخريطة الرقم ألف هي قارة أستراليا وإذا جاء السؤال أكثر الدول كتافة سكانية نختار في هذه الحالة الهند هي الأكثر كتافة سكانية التوزيع الصحيح لحقول البترول في دولة الكويت تمثله الخريطة التي تحمل الحرف دال حقل الرطين النفطي يحمل على الخريطة الحرف ألف تم تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في دراسة الامتداد المكاني لظاهرة التصحر في دولة الكويت في منطقة تسمى الوفرة والتي تقع في جنوب دولة الكويت تم استخدام الجيومعلوماتية في رصد ومراقبة تدهور الغطاء النباتي بدولة الكويت في منطقة زراعية تسمى منطقة العبدلي التي تقع في شمال دولة الكويت الخبير البريطاني الذي قام بعمل التخطيط العمراني لمدينة الكويت عام 1970 هو كولين بوكانين بلغ عدد بوابات الصور الثالث حول مدينة الكويت خمس بوابات أوجد علاقة جغرافية بين كل من العبارة الأولى الموقع الجغرافي المتميز لمدينة الكويت وبقاء وتطور مدينة الكويت بعد نشأتها الأولى نلاحظ هنا عزيزي الطالب أن الموقع الجغرافي المتميز لمدينة الكويت كان سببا في بقائها وتطورها بعد نشأتها الأولى فبذلك تكون العلاقة بينهم علاقة سببية زيادة الأمطار الموسمية الناتجة عن احتراق الآبار الكويتية وارتفاع مناسيب المياه في البحار العلاقة بينهم علاقة طردية أي كلما زادت معدلات الأمطار في السقوط زادت وارتفعت مناسيب المياه في البحار تطور الإنسان وتحضره وتغير أشكال مساكن الإنسان العلاقة بينهم أيضا علاقة سببية كلما تطور الإنسان وتحضر تغير في المقابل شكل مسكنه العبارة الأخيرة نقص طبقة الأزون ونسبة الأشعة الفوق بنفسجية الواصلة إلى سطح الأرض كلما حدث نقص في طبقة الأزون ازدادت نسبة الأشعة الواصلة إلى سطح الأرض فبذلك تكون العلاقة بينهم علاقة عكسية التركيب الذي يقسم السكان إلى أعزب ومتزوج وأرمل ومطلق هو التركيب الزواجي التركيب الذي يقسم السكان إلى أمي ويقرأ ويكتب وجامعي هو التركيب التعليمي عاطل عن العمل ومزارع هذا يصنف ضمن التركيب الاقتصادي مسيحي ومسلم هو التركيب الديني رتب الأحداث التالية ترتيبا صحيح أمامك عزيزي الطالب المخططات التي وضعت من أجل تخطيط مدينة الكويت لابد من حفظهم بالترتيب وهما عن نحو التالي المخطط الهيكلي الأول عام 1952 مخطط البلدية للتنمي عام 1967 المخطط الهيكلي الثاني عام 1970 والمخطط الهيكلي للمناطق الحضرية ثم المخطط الهيكلي للكويت عام 1983 والمخطط الهيكلي الثالث مرحلة من مراحل التلوث ينهار فيها النظام الإيكولوجي ويصبح غير قادرا على العطاء يسمى التلوث المدمر جملة عدد السكان الزراعين مقصومة على جملة الأراضي المزروعة هي الكتافة الزراعية البوابة الوحيدة في الصور الأول تسمى بوابة الفداغ زيادة تركيز أحد الغازات في الغلاف الجوي يؤدي إلى انخفاض الانتاجية الزراعية وظهور ما يعرف باسم لاجئ البيئة أهم الغازات الصناعية المسؤولة عن طقب الأوزون تسمى كربونات الكلورفلور يتركز غاز الأوزون في طبقة من ضمن أكبر طبقات الغلاف الجوي تسمى طبقة الاستراتوسفير حادثة تشيرنوبل التي وقعت في المفاعلات الروسية تصنف ضمن التلوث المدمر المعدل الذي يزداد أو ينقص به عدد السكان ويتكوم من صاف الزيادة الطبيعية وصاف الهجرة النمو السكاني معدل النمو السكاني للدول النامية بلغ ثلاثة بالمئة أكبر المناطق العمرانية من حيث المساحة وعدد السكان هي المدينة الدافع الذي نشأت بسببه مدينة واشنطن هو الدافع السياسي اكتشف العلماء ثقبا في طبقة الأزون في منطقة تسمى القطب الجنوبي أدى تدفق البترول من الآبار الكويتية المدمرة إلى تلوث المياه الجوفية في منطقة أم العيش ومنطقة أخرى هي الرطين النهر الذي بدأت تظهر عليه أعراض التلوث المائي بسبب المبيدات الحشرية هو نهر الرين بلغ عدد البحيرات البترولية المتكونة في فترة الغزو العراقي حوالي 200 بحيرة بترولية يمر بمدينة الكويت قديما شارع واحد رئيسي يسمى شارع السوق الأقاليم الفاصلة بين الأمم والقوميات والدول هي التخوم مؤسس الجغرافية السياسية هو العالم الألماني كونت ومؤلف الكتاب الجغرافية السياسية هو العالم فريدريك راتزل زعيم قبيلة بني خالد الذي بنى الحصن الصغير هو براك ابن عرعر تكمن أهمية طبقة الأزون في أنها تعمل على امتصاص وترشيح إشعاعات تسمى فوق البنفسجية مناطق طرد الملوثات هي المناطق ذات الضغط المنخفض نسب الزيادة الطبيعية في الدول المتقدمة تبلغ واحد من عشرة بالمئة التركيب السكاني الذي يصنف السكان إلى ذكور وإناث يسمى التركيب النوعي مدينة في كل دولة تنطلق منها القرارات السياسية وتدير العلاقات الخارجية لها يطلق عليها اسم العاصمة المنظمة المعنية بشؤون البيئة ونشأت في مدينة فانكوفر في كندا عام 1971 هي حركة السلام الأخضر أحد أنواع التلوث الجو الاهتزازي يصدر على شكل موجات ويعرف بالصوت الغير مرغوب فيه هو التلوث الضوضائي الدولة المتقدمة التي نجحت في توفير الخرائط الرقمية الدقيقة على الإنترنت تسمى الولايات المتحدة الأمريكية اكتب المصطلح الجغرافي المناسب منهج يقوم على تحليل الدولة من عدة جوانب مثل الفكرة السياسية والقرار والحركة هو منهج جونز منظمة عالمية للمقاييس والمواصفات وتدخل في جميع المجالات التي تتطلب الجودة والنوعية هي الآيزو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا هي الإسكوة علمي يبحث في العلاقات السياسية والرقعة الأرضية لتحويل المعلومات الجغرافية إلى دخيرة يستفيد منها القادة هي الجيو بلوتيك المياه التي تقوم ناقلات النفط بضخ مياه البحر داخل صهاريجها لتقوم بتوازن ناقلة هي مياه الموازنة انتقال الأفراد أو الجماعات لهدف معين من منطقة إلى أخرى أو من دولة لأخرى أو من قارة لأخرى للإقامة الدائمة وشبه الدائمة هي الهجرة انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى بغرض العمل والإقامة المؤقتة هي الهجرة الدولية عبارة عن تقسيم السكان إلى فئات عمرية خمسية وعشرية هو التركيب العمري العلم الذي يهتم بدراسة أنماط استخدام الأراضي وطبيعة المباني ووظيفتها ودراسة كل من السكان والمباني جغرافية العمران أكثر أنواع التلوث البيئي انتشاراً نظراً لسهولة انتقاله هو التلوث الهوائي التغير الكمي والنوعي الذي يطرأ على تركيب عناصر النظام البيئي وإضافة عنصر غير موجود يسمى التلوث البيئي تقسيم السكان إلى فئات أو مجموعات لكل منها خصائصها التي تختلف عن الأخرى هو التركيب السكاني اكتب المصطلح الجغرافي المناسب طبقة تتكون من عدة غازات تحيط بالكرة الأرضية هي الغلاف الجوي عدد الأفراد في المساحة محددة من الأرض داخل المدينة الكثافة السكانية إحدى نظم المعلومات التي تتعامل مع المعلومات المكانية من حيث الإدخال والتخزين والاستعادة والتحليل هي نظم المعلومات الجغرافية منهج يدرس الوحدة الأساسية للدولة من حيث العناصر كالحجم والشكل والمناخ هو المنهج الإقليمي أو ما يعرف باسم المسرح السياسي إحدى تلف نوعية المياه بحيث تصبح غير صالحة للاستخدام أو لاستخداماتها الأساسية هو التلوث المائي فرع من فروع الجغرافية البشرية تهتم بالدراسة العملية للسكان من نمو وتوزيع وتركيب وهجرة هي جغرافية السكان صنف ما يلي بحسب ما هو مطلوب منك بالجدول أمامك عزيزي الطالب مجموعة من الدول نريد تصنيفهم إلى دول ذات معدلات مرتفعة جدا ومرتفعة ومنخفضة ومنخفضة جدا يكون التصنيف كالتالي هندرواس دول ذات معدلات مرتفعة جدا الكويت والهند مرتفعة البرازيل منخفضة وفرنسا واليابان منخفضة جدا صنف كل مما يلي بحسب ما هو مطلوب منك في الجدول واصلات بين الخادم والأجهزة تتيح فرصة التبادل المعلوماتي هي الشبكات الجهاز الرئيسي الذي يحتوي على قاعدة البيانات والخرائط هو الخادم الراسمات التي تطبع الخرائط بالمقاييس المطلوبة هي الطابعات وأشهر برامج التشغيل هو برنامج التشغيل ويندوز فرق بين كل من التركيب الزواجي الذي يقوم فيه بتقسيم السكان حسب نوع الارتباط بين الجنسين فيقسم فيه السكان إلى العزاب وغير المتزوجين وفئة المطلقات وأيضا الأرامل التركيب التعليمي نقوم فيه بتقسيم السكان حسب آخر مؤهل دراسي حصل عليه الفرد فبذلك يكون الأميين يقرأ ويكتب حامل الشهادة الابتدائية والشهادة المتوسطة والثانوي والجامعي وحملة الماجستير والدكتوراه فرق بين كل من التركيب العمري هو تقسيم السكان إلى فئات عمرية خمسية وعشرية فنقسم المجموعة إلى أطفال وشباب وشيوخ التركيب الاقتصادي تقسيم السكان لفئات على حسب نوع النشاط الذي يمارسه الفرد أو حسب الحالة العملية للفرد حسب مكان العمل أو حسب نوع المهنة الحدود التي تساير الظاهرات الطبيعية هي الحدود التي استخدمت الظاهرات الطبيعية في تحديدها كالبحيرات والأنهار والمستنقعات والصحاري والبحار والغابات والجبال الحدود الهندسية هي الحدود المتفق عليها في المعاهدات الدولية التي قد تتبع خطوطا فلكية في رسمها مثل خطوط الطول ودوائر العرض العوامل الطبيعية والبشرية المسببة للتلوث أولا العوامل الطبيعية هي العوامل التي تتم بفعل الطبيعة وليس للإنسان دخل فيها مثل انفجارات البراكين والغازات المنبعثة منها أما بالنسبة للعوامل البشرية الملوثات المرتبطة بالنشاط البشري خاصة بعد الثورة الصناعية العوامل الطبيعية والبشرية المتحكمة في توزيع السكان أولا العوامل الطبيعية تنقسم إلى الموارد المائية درجة تضاريس سطح الأرض ونوع التربة والخامات الموجودة في باطن الأرض أما بالنسبة للعوامل البشرية فتنقسم إلى العامل الديمغرافي والعامل التكنولوجي والعامل الحضاري والنقل بين مراكز تجميع السكان فرق بين كل من الآثار البشرية للتلوث الهوائي ومخاطر التلوث الضوضائي أولا الآثار البشرية للتلوث الهوائي زيادة الأمراض لسكان المدن وارتفاع معدلات الوفيات وزيادة تركيز أحد الغازات الذي يؤدي إلى انقفاض الانتاجية الزراعية أما بالنسبة لمخاطر التلوث الضوضائي فتتمثل في الضعف المستدين في السمع والتأثيرات النفسية كالقلق والتوتر والتأثير على الجهاز العصبي فرق بين التلوث الخطر والتلوث المدمر أولا التلوث الخطر مرحلة متقدمة من مراحل التلوث والذي يبدأ معه التأثير السلبي على العناصر البيئية والطبيعية والبشرية بينما التلوث المدمر مرحلة ينهار فيها النظام الإيكولوجي كليا ويصبح غير قادر على العطاء فرق بين الهجرات الداخلية والهجرة العالمية الهجرة الداخلية تحدث داخل الدولة نفسها من منطقة لأخرى أو محافظة لأخرى لكن داخل حدود الدولة نفسها أما بالنسبة للهجرة العالمية تحدث بين قارة وأخرى تنتقل الجماعات والأفراد من قارة إلى أخرى للإقامة الدائمة فرق بين الخطة بعيدة المدى والخطة قصيرة المدى لكولين بوكانين أولا الخطة بعيدة المدى إنشاء مدن ومناطق سكنية خارج الحزام الحضري وإنشاء المرافق العامة بينما خطة قصيرة المدى هي الامتداد من مركز المدينة حتى الجهراء غربا ومن مركز المدينة حتى الفحيحيل جنوبا فرق بين كل من فوائد نظم المعلومات الجغرافية وأهداف نظم المعلومات الجغرافية أولا فوائد نظم المعلومات الجغرافية الفوائد على مستوى المؤسسة ولها فوائد أيضا على مستوى التشغيل والصيانة ولها فوائد أيضا على مستوى التكنولوجيا والمعلومات وعلى مستوى إدارة الأزمات بينما أهداف نظم المعلومات الجغرافية إنشاء قاعدة بيانات جغرافية للمدينة تشغيل وإدارة مرافق المدينة رفع كفاءة العمل ومن ثم دعم الجذب السياحي فرق بين كل من صاف الهجرة وصاف الزيادة الطبيعية صاف الهجرة الفرق بين أعداد المهاجرين الداخلين والأعداد الخارجين بينما صاف الزيادة الطبيعية فرق بين أعداد المواليد وأعداد الوفيات فرق بين كل من الكثافة السكانية الفيزيولوجية والكثافة الاقتصادية والكثافة الصافية أولا الكثافة السكانية الفيزيولوجية نقوم فيها بقسمة عدد السكان على مساحة الأراضي الزراعية والكثافة الاقتصادية قسمة عدد السكان على جملة الدخل والكثافة الصافية قسمة عدد السكان على جملة المساحة المسكونة فعليا اوجد سببا لتسمية الكويت بكل من الكوت القلعة او الحصن المربع الشكل الجرين تعني الارض المرتفعة او التن برهن على صحة العبارات التالية برهن على صحة العبارات التالية بناء مدينة الكويت تم بشكل محكم البيوت كانت متقاربة من بعضها البعض ترتب على ذلك توفير الظل منع حدوث العواصف الترابية سمح ذلك بمرور الهواء وكانت تقيهم من الحر الشديد برهن ايضا على صحة العبارة تطبيق الكويت لنظم المعلومات الجغرافية تم بالفعل تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في دولة الكويت في دراسة مياه الابار الجوفية في حقل الصليبية ودراسة ظاهرة الامتداد المكاني لظاهرة التصحر في مزارع الوفرة ودراسة التوقيع المكاني للمراكز العمرانية في جزيرة فيلكة ورصد تقلص المساحات الزراعية في مزارع العبدلي اليكم اعزاء الطلبة تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في دولة الكويت اولا منطقة الوفرة الهدف من الدراسة التنبؤ بمدى خطورة الظاهرة على مزارع الوفرة المهددة بالتصحر والتملح ودراسة خصائص المياه الابار خاصة في حقل الصليبية وايضا بالنسبة لجزيرة فيلكة رسم خرائط حديثة لمواقع الحضارات واخيرا منطقة العبدلي تدهور الغطاء النباتي في مزارع العبدلي برهن على تعدد واختلاف توزيع كثافة السكان حسب دوائر العرض المختلفة نلاحظ ان نسبة السكان الذين يعيشون بين دائرتين من صفر الى عشرين شمالا وجنوبا هم عشرة بالمئة ونسبة السكان الذين يعيشون بين دائرتين عرض من عشرين الى اربعين هم خمسين بالمئة ونسبة السكان الذين يعيشون ما بين اربعين الى ستين هم ثلاثين بالمئة برهن على صحة العبارة لم تسلم طبقة الاوزون من عبث الانسان حيث اكتشف العلماء الثقب في القضب الجنوبي تحكم التضاريس والمناخ في توزيع السكان هناك بيئات يصعب على الانسان العيش فيها منها البيئات شديدة البرودة كالصحاري الجليدية والبيئات شديدة الجفاف كالصحاري الحارة وايضا البيئات شديدة الارتفاع كالمناطق الجبلية برهن على صحة العبارة حفظ المعلومة في صورة ورقية يتسبب في معوقات فاحتمال التلف والضياع وارد نسخ الخرائط قد يكون غير دقيق ومشوه وصعوبة التحديث على الخريطة الورقية برهن على صحة العبارة نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة تجذب الاستثمار وتنمي السياحة دراسة الامكانيات والتسهيلات داخل المدينة تحديد افضل استخدام للاراضي والمشروعات والجوائز الدولية للمدن وايضا الاستفادة من التكنولوجيا من نتائج المترتبة على كل من تلوث التربة بالمواد البترولية اثناء الغزو العراقي على دولة الكويت تعرض المحاصيل الزراعية والحيوانات للتسمم نتيجة تركيز المواد الهايدروكربونية تكون البرك والبحيرات البترولية والرواسب يحيط بها الكثبان الرملية واختلاط الماء بالرمل وبالبلورات الملحية ما النتائج المترتبة على كل من؟ زيادة نسبة ثانية اكسيد الكربون في الجو التسخين الشامل للأرض وإصابة الأنظمة الزراعية في العالم بالشلل وارتفاع مستويات البحر وأيضا غمر المناطق الساحلية ما النتائج المترتبة على كل من؟ تسرب بقعة الزيت على سطح البحر البقعة الزيتية على سطح البحر تعيق دخول أشعة الشمس والأكسجين اللازمة لعملية التمثيل الضوئي وصول الدولة لمرحلة النمو الصفري دخول الدولة في مرحلة الشيخوخة والانقراض ما النتائج المترتبة على حدوث نقص في طبقة الأوزون بمعدل 2%؟ زيادة الأشعة فوق البنفسجية الواصلة إلى سطح الأرض بنسبة 4% وأيضا زيادة الأمراض الخبيثة بنسبة 6% ما النتائج المترتبة على حدوث مشكلة انفجار السكاني؟ الضغط على الموارد الاقتصادية في الدولة وتدهور واستنزاف البيئة فيها؟ اكتب فيما يلي الخسائر الاقتصادية والبيئية المترتبة على عدوان النظام العراقي على دولة الكويت تدمير 737 بئر نفطي من أصل 1080 تدمير ميناء الشحن والإضرار باحتياط البترول المؤكد لدولة الكويت الأضرار التي لحقت بالمناخ نتيجة احتراق آبار النفط في دولة الكويت سحب الدخان الأسود وصلت إلى السواحل اليونانية وصلت إلى رومانيا وبولغاريا وصول الدخان المرئي مسافة 2000 كم لتصل إلى الهند والصين ارتفاع مستويات المطر الحمضي في الاتحاد السوفيتي اكتب فيما يلي الطرق المتبعة في تنظيف التربة نقل التربة وردمها في أماكن خاصة أو خلط التربة ببعض المخصبات واستخدام مذيبات خاصة للتربة وسحب البترول من البحيرات إلى الخزانات الخاصة اكتب فيما يلي أيضا فواض نظم المعلومات على مستوى إدارة الأزمات سرعة الاستجابة للأزمات والوصول إلى الأماكن المطلوبة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة تقليل حجم الخسائر والتحكم فيها اكتب فيما يلي الأضرار التي لحقت بالمياه نتيجة ضخ البترول في الخليج العربي التأثير على الأحياء المائية وتم في ذلك أيضا تدمير الشعب المرجانية والتأثير على العمليات التحلية اكتب فيما يلي خصائص المعلومات الجغرافية المعلومة الجغرافية متغيرة وليست ثابتة على سبيل المثال منها تغير أشكال السواحل واستخدامات الأراضي في المدن المعلومات الجغرافية كبيرة الحجم الصورة الورقية للمعلومة الجغرافية والتقارير الجغرافية والبيانات التفصيلية اكتب فيما يلي مصادر جمع المعلومات الجغرافية عزيزي الطالب تنقسم مصادر المعلومات الجغرافية إلى مصادر ثابتة يمثلها الإحصاء العام والمصادر الغير ثابتة تمثلها الإحصائيات الحيوية كالمواليد والوفيات أنواع المعلومات التي تكون نظم المعلومات الجغرافية تنقسم إما أن تكون صور الأقمار الصناعية أو صوراً أرضية أو عن طريق الصور الجوية أو خطوط الكنتور من الأسئلة المهمة أيضاً مقاومات الجغرافية السياسية بالمعنى الشامل لها دراسة الدولة كظاهرة سياسية ودراسة علاقة الدولة الخارجية مع الدول الأخرى وتحليل وتفسير العناصر الرئيسية لقوتها استناداً لما تملكه الدولة من إمكانيات طبيعية وأخرى بشرية الأثار الاقتصادية للتلوث الهوائي السيطرة على أضرار التلوث الهوائي أمر صعب للغاية والإضرار أيضاً بالموارد المائية والأسماك والإضرار بالمحاصيل الزراعية اكتب فيما يلي فوائد نظم المعلومات على مستوى تكنولوجيا المعلومات والحداثة توحيد عمل جميع الجهات وضمان سلامة المعلومات والاستفادة من شبكات الإنترنت المتاحة نظم المعلومات ترفع من كفاءة العمل وتحسن الخدمات المقدمة من المدينة توفير الوقت والجهد المستخدم في عملية البحث سرعة تحديد المشاكل بدقة وجميع الأقسام تكون مطلعة على مصدر واحد للمعلومات اكتب أيضاً فيما يلي الدوافع السياسية التي كانت سبباً في نشأة المدن تحتاج كل دولة إلى مدينة تنطلق منها القرارات السياسية وأيضاً تكون المدينة مركزاً للوزارات المهمة وتدير العلاقات الخارجية للدولة فوائد نظم المعلومات على مستوى التشغيل والصيانة البيانات التفصيلية عن المدينة كاملة ودقيقة سهولة التعامل مع الحجم الكبير للبيانات توفير الوقت والجهد اللازم اكتب فيما يلي الطرق طرق معالجة التلوث المائي معالجة مياه الصرف وإقامة الحواجز العائمة والتخلص من الطحالب والنباتات المائية اكتب فيما يلي مجالات استخدام نظم المعلومات الجغرافية يتم تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تطبيقات النظم الدفاعية وإدارة وتشغيل المرافق والتطبيقات العمرانية ومراقبة البيئة اكتب فيما يلي تساهم التيارات المائية في اطفاء صفة العالمية على التلوث حيث تقوم الأنهار الدولية خاصة ذات المجاري المائية المشتركة بنقل الملوثات من منطقة إلى أخرى أيضا الحركة السطحية التي تنتقل فيها المياه من مسطح مائي إلى آخر تعمل على نقل الملوثات من مسطح مائي إلى آخر علل ما يلي تساهم التجارة الدولية في نقل الملوثات معظم حركة التجارة الدولية مصدرها الدول الصناعية الكبرى المتقدمة التي تعاني من تركيز الملوثات بصورة كبيرة جدا وتنتقل إلى الدول النامية فيكون بذلك لها النصيب الأكبر من هذه الملوثات علل قيام حكومة الكويت بوضع مخطط الهيكل الأول عام 1952 إعادة تخطيط المدينة داخل السور وتم التوسع فيه حتى الدائر الرابع علل إقامة الحواجز العائمة في المسطحات المائية وذلك لمحاصرة أي بقعة ملوثة ومنعها من الانتشار بفعل الرياح أو التيارات المائية علل ظهور التلوث في دولة لا تمارس نشاطا صناعي قد ينتقل التلوث بسبب أحد العوامل التالية إما عن طريق دورة الهواء العامة أو عن طريق التجارة الدولية أو عن طريق التيارات المائية علل الأسباب الرئيسية لبقاء مدينة الكويت بعد نشأتها الأولى كان ذلك بسبب سياستها المتزنة داخليا وخارجيا والعمل بالتجارة والموقع الجغرافي المتميز لدولة الكويت وإحاطتها بمياه الجون لاحظ الشكل الموجود أمامك ثم أجب العنصر الناقص في الشكل يمثله عنصر الأكسجين بنسبة 21% علل أهمية الغلاف الجوي للغلاف الجوي أهمية كبيرة في حماية الأرض من امتصاص الأشعة البنفسجية وفوق البنفسجية الساقطة على سطح الأرض والعمل على اعتدال درجات الحرارة المياه الجوفية في الروطين ومم العيش أكثر مناطق الكويت تأثرا بالبحيرات البترولية حيث تتكون المنطقتين من ترسبات ربلية وصلبوخية شديدة النفاذية تسربت إليها البترول بفعل سقوط الأمطار هجرت الكثير من السكان إلى مدينة الكويت واستقرارهم فيها في مرحلة النشأة العمرانية تأسيس دولة الكويت وتوافر عوامل الاستقرار البشري فيها من تجارة وصيد أسماك وغوص على اللؤلؤ والزراعة وتوافر المياه الجوفية والمياه العذبة كانت سببا في هجرة كثير من السكان إلى تلك المنطقة قارن بين كل من أسباب تلوث المياه في كل من المياه العذبة السطحية والجوفية والبحار والمحيطات أولا المياه العذبة السطحية والجوفية تلوثت بفعل تعرض المياه للتلوث البيولوجي وقصر خدمات الصرف الصحي وأيضا التخلص من النفايات دون أي عمليات معالجة أما بالنسبة لتلوث البحار والمحيطات النشاط البشر المتزايد والبترول الذي يعد الملوث الأساسي لمياه البحار والمحيطات وأخيرا حوادث ناقلات النفط قارن بين مخطط البلدية للكويت عام 1967 والمخطط الهيكلي للمناطق الحضرية لدولة الكويت عام 1977 أولا مخطط بلدية الكويت تم فيه استحداث الدائر الرابع والخامس والانتداد حتى منطقة الشعيبة وإنشاء أكثر من أربعين منطقة سكنية أما بالنسبة للمخطط الهيكلي للمناطق الحضرية لدولة الكويت عام 1977 تكثيف الاستخدام السكني شمال الدائر الخامس والاهتمام بالمناطق الأثرية والحد من إنشاء المصانع في منطقة الشويخ وذلك للحد من مشكلة الازدحام المروري وأيضا مشكلة التلوث قارن بين حركة السلام الأخضر والإسكوا من حيث سنة التأسيس والأهداف بالنسبة لحركة السلام الأخضر تأسست حركة السلام الأخضر عام 1971 وكان من أهم أهدافها الدفاع عن البحار والمحيطات معارضة استخدام التكنولوجيا النووية وإيقاف التغير المناخي ومعارضة استعمال الملوثات بالنسبة لمنظمة الإسكوا تأسست عام 1973 وكان الهدف منها دعم التعاون بين دول المنطقة من أجل تحقيق التكامل الإقليمي عن طريق توحيد السياسات القطاعية قارن بين القرية والمدينة من حيث الوحدات السكنية والأنشطة الاقتصادية في المدينة تضخم وارتفاع الوحدات السكنية أو ما يعرف بالنمو الرأسي وناطحات السحاب أما بالنسبة للقرية الوحدات السكنية مفردة ارتفاعها لا يتعدى الطابق أو الاثنين أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية في المدينة تتعدد الأنشطة الاقتصادية في المدينة من صناعة وتجارة وسياحة وأنشطة خدمية أخرى بينما القرية نشاط الوحيد فيها الزراعة أو الرعي قارن بين الصور الأول والصور الثاني من حيث سنة الهدم وعدد البوابات الصور الأول هدم عام 1811 وعدد البوابات في بوابة واحدة الصور الثاني هدم عام 1874 عدد البوابات فيه كانت ثمان بوابات قارن بين التلوث الهوائي والضوضائي من حيث الأسباب وأساليب المعالجة التلوث الهوائي العوامل الطبيعية والبشرية وأسباب المعالجة فيه استخدام مصادر الطاقة البديلة التوسع في زراعة الأشجار وضع أجهزة لعوادم السيارات وتخطيط المواصلات أما بالنسبة للتلوث الضوضائي الأسباب في وسائل النقل المختلفة وعمليات البناء والأجهزة المنزلية أساليب معالجة التلوث الضوضائي الصيامة المستمرة للآلات والأجهزة مراقبة المصانع وتحديد ساعات العمل وزراعة الأشجار للحد من التلوث الضوضائي فسر مفهوم ما تعرضه الصورة الصورة تتحدث عن مشكلة الانفجار السكاني والمقصود فيها تزايد السكان بشكل سريع جدا عن طريق معدلات نمو سكانية مرتفعة لا تتفق مع معدلات التنمية الاقتصادية ما مقترحاتك لتحقيق التوازن بين النمو السكاني السريع والموارد الاقتصادية لا بد من تشجيع الدول النامية على اتباع السياسات والتوجيهات العالمية للحد من معدلات النمو السريعة وأيضا التخطيط السليم للاستفادة من الموارد أوجد سببا لكل من حدوث فيضانات وأعصير بنجلاديش عام 1991 يعتبر الدخان المتصاعد في دولة الكويت بسبب حرق الآبار أحد العوامل المساعدة في حدوث الفيضانات في بنجلاديش حيث ارتفعت مناسيب المياه بحدود قدمين تقريبا الخريطة المقابلة تمثل السور الثالث لدولة الكويت حدد على الخريطة موقع كل من بوابة المكسب موقعها هنا وأيضا بوابة الشعب تحتل هذه المنطقة وأيضا بوابة دسمان هنا في السور الثالث ضعوا نوانا مناسبة للصور التالية الصورة الأولى تعبر عن دورة الهواء العامة والصورة الثانية تعبر عن تطور ثقب الأوزون في القطب الجنوبي الجزء المحاط بالدائرة يمثل النطاق العمراني الحالي لدولة الكويت ويأتي تحديدا على الخريطة حدد النطاق العمراني الحالي في دولة الكويت من مركز المدينة حتى الجهراء ومن مركز المدينة حتى لفحيحيل جنوبا من قائل هذه العبارة أن الطبيعة قادرة على التكيف بسهولة فائقة ولكن الطبيعة تعرضت لضربة شديدة فيما يتعلق بالعناصر البرية والبحرية والجوية في دولة الكويت قائل هذه العبارة سيلفيا إيرل كبيرة العلماء في الإدارة البحرية والجوية الأمريكية من المناسبة التي قالت فيها هذه العبارة تصف ما حدث للبيئة الكويتية نتيجة احتراق آبار النفط الكويتية أكمل المخططات التالية دوافع نشأة المدن تنقسم إلى دوافع اقتصادية وسياسية وأخرى عسكرية أنواع التلوث تنقسم إلى هوائي ومائي وأيضا تلوث ضوضائي ينقسم التركيب الداخلي للرقع الحضارية في دولة الكويت إلى ثلاث قطاعات هي القطاع التجاري وقطاع الأسواق والقطاع السكني مناهج البحث في الجغرافيا السياسية هو المنهج الأقليمي أو المسرح السياسي والمنهج الوظيفي أو الملاءمة السياسية ومنهج جونز ومنهج الجيوبلوتيك بنود المخطط الهيكلي للكويت عام 1983 ينقسم إلى الخطة بعيدة المدى والخطة الطبيعية والقومية والمتروبوليتانية والخطة الهيكلية صمم مخطط سهمي لأضماط الحدود والتي تنقسم إلى التخوم والظاهرات الطبيعية والحدود البشرية وأخيرا الحدود الهندسية ينقسم العمران إلى نمطين أساسيين هما المدن والقرى حدد المطلوب منك باستخدام الرموز التالية المناطق الطاردة للملوثات والمناطق الجادبة للملوثات يصعد الهواء في نطاقين أساسيين نطاق الضغط المنخفض الاستوائي ودون القطبي وعلى ذلك تعد هذه المناطق مناطق طاردة للملوثات بينما الهواء يخضط في نطاقين أساسيين نطاق الضغط المرتفع وراء المداري ونطاق الضغط المرتفع القطبي وعلى ذلك تعد هذه النطاقات مناطق جادبة للملوثات ادرس الجدول ثم أجب حول معدل المواليد فقط لأعمدة بيانية نقوم برسم العمود الرأسي وأيضا الأفقي نضع هنا تسلسل الأرقام في الرأسي ولابد هنا من المحافظة على القفزات ونضع في الأسفل الدول ثم نقوم بتطبيق المطلوب انظر إلى الرسم البياني التالي ثم أجب عن الأسئلة الرسم يوضح النمو السكاني منذ عام 1850 حتى عام 2007 حول الشكل المقابل لجدول واستنتج من الشكل السابق حقيقة الحقيقة هي أن عدد السكان في تزايد مستمر نقوم برسم الجدول ونضع فيه السنة وعدد السكان بالمليار نضع السنوات ثم نضع عدد السكان بالمليار في الجهة المقابلة ادرس الشكل ثم أجب حول قيم الدائرة لجدول بياني أيضا نقوم برسم الجدول من خانتين المنطقة والنسبة المئوية نضع الدول العالم والبلدان العربية وبلدان الأسكوة ثم نضع النسب العالم 92% البلدان العربية 5% وبلدان الأسكوة 3% لاحظ الشكل الموجود أمامك ثم أجب ضع عنوانا مناسبا للشكل الشكل المقابل يمثل مكونات البترول المسكوب أيضا نضع الجدول يتكون من خانتين العنصر والنسبة البترول بنسبة 50% والماء بنسبة 45% والرمل بنسبة 5% أو يأتي تحويل إلى أعمدة بيانية أيضا نضع فيه العمود الرأسي التسلسل للأرقام والعناصر الماء والبترول والرمل فيه الأفقي ونبدأ بتطبيق الأرقام ادرس الشكل جيدا وأيضا ضع عنوان مناسب الشكل يمثل مكونات الغلاف الجوي نضع العنصر والنسبة الأكسجين بنسبة 21% النتروجين 78% وأيضا الغازات الأخرى بنسبة 1% إذا كانت المساحة داخل دولة ما 100 ألف كيلو متر مربع ومساحة أراضيها الزراعية 40 ألف كيلو متر مربع وعدد سكانها الكل 2 مليون نسمة يعمل منهم بالزراعة 800 ألف نسمة احسب الكتافة الفيزيولوجية نقوم بقسمة جملة عدد السكان على جملة مساحة الأراضي الزراعية فيكون الناتج 50 نسمة لكل كيلو متر مربع وفي الختام أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات نتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومات المفيدة لكم مع خالص تحياتي وتمنياتي ورجاء من الله لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة